يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية والتي ترمز إلى التهجير القصري الجماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في الخامس عشر من مايو عام 1948 وهدم فيها الاحتلال أكثر من 500 قرية ومدينة وخلال أحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مما أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين بالرصاص فيما أصيب آخرون بحالات اختناق وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشباب الفلسطيني الذي رد على تلك المواجهات برشق الحجارة والزجاجات الفارغة ويحرص الشعب الفلسطيني على إحياء هذه الذكرى المؤلمة في محاولة منهم للفت أنظار العالم نحو معاناتهم في ظل احتلال أراضيهم اشتركوا في القناة